الشرطة تؤكد أن إشعال النار كان عمدا في مركز لجوء في النمسا العليا والمركز ده طبعا تم اندلاع النيران فيه والشرطة بتؤكد أن الموضوع ده في منطقة الفرايشتات فرايشتات دي في النمسا العليا أو في الأبرو السوري والشرطة أكدت أن الموضوع متعمد هل ده نوع من أنواع العنف المضاد في الشارع أو نوع من الإرهاب بشكل آخر يعني عشان يدخلوا يوقضوا النيران في ناس موجودة ممكن كانت يعني هو الحمد لله أنه يمكن ما فيش خسائر في الأرواح ولا حاجة بس المكان دمر تماما يعني شي مؤسف شي مؤسف مع الأسف أنه نشاهد فعليا هذا العمل الجباني اللي قام به أحد المتطرفين على ما يبدو أو المجرمين أو الإرهابين شو بدك تسميها والمستمع من حقه يسميها شو ما بده أنه نشاهد هالحالة الإجرامية لأنه الشرطة طبعا اكتشفت بعد الحريق اللي يعني اللي صار نهاية الأسبوع الماضي بأحراء عفوا بداية هذا الأسبوع يوم الثلاثة اكتشفوا أنه فيه ثلاث نقاط ثلاث نقاط تم من خلاله إشعال الحريق في المكان في الفندق أو النزل الذي كان يعني فعليا للناجئين مركز لجوء نعم فبالتالي هذه عملية يقف وراها أحد وهذا صراحة طبعا هذا مؤشر هذا يعطينا مؤشر على أنه فعليا النمسا في حال غضوم أو وجود حكومة يمينية أن العنف سيتأجج أكثر تجاه اللاجئين تجاه المهاجرين تجاه المسلمين تجاه هذه الفئة الموجودة هنا فبالتالي هذا العمل الذي يقوم بإشعال ثلاث نقاط يعني شوف هذا إش واسق من حاله بصراحة طبعا ثلاث نقاط مختلفة تم إشعال الحريق حتى يأكل المكان كامل هو فعليا المكان تم تدميره كاملا يعني حسب ما قالت فرق الإطفاء فبالتالي هذه جريمة متكاملة يعني الأوصال والأركان بالضبط يجب التحقيق بها من يقف وراءها من هي الجماعة من هي المجموعة التي سعت ونادت بهذا الشيء من هو الذي انطرب فرحا لهذا الحدث والهجوم الإجرامي والإرهابي تخيل لو مات عدد من اللاجئين ولم تلحق فرق الإطفاء بإطفاء الحريق يعني كنا صراحة أمام جريمة كارثية كنا أمام كارثة وهذا ما كان من الممكن أن يؤدي إلى نقمة جديدة في المجتمع ضد ما بين بعضهم بعضهم ما بين المواطن وما بين اللاجئين والمهاجرين نجمالا نحن نحن لدينا